اشتركوا في القناة اللي بتتكلم عن علاقة الجزائر بالسخوي 57 وفي حلقة النهاردة هنعرف معلومات مهمة عن المقاتلة الشباحية سخوي 57 سخوي 57 دخلت الخدمة في سلاح الجو الروسي في سنة 2020 سخوي 57 لها محركين من نوع سطر 30 القدرة القتالية للسخوي 57 تجعلها منافسة لمقاتلة الجيل الخامس F35 والمقاتلة الامريكية القادمة من الجيل السادس FX واهم صاروخ اسرع من الصوت هيكون على سخوي 57 في سنة 2025 وهو الصاروخ الباليستي K-47M2 المعروف بيكنجال اما الصاروخ جو جو المسمى بR37M ده موجود اصلا في الخدمة وهنتكلم عنه في الجزء الثالث من الحلقة بس الاول هنتكلم عن خطورة الصاروخ الباليستي كنجال او خنجر بالروسية الصاروخ ده دخل الخدمة في سلاح الجو الروسي في عام 2018 وتم دمجه في الطائرة الاتراضية الاسرع من الصوت ميج 31 وتم دمجه برضو على قاذفة القنابل الاستراتيجية TU-22 المميز في صاروخ كنجال انه بيقدر يضرب الاهداف بسرعة 10 ماخ ودي طبعا سرعة كبيرة جدا يعني لو حولناها بالكيلو متر هتبقى السرعة 12000 كيلو متر في الساعة يعني الصاروخ بيتحرك بسرعة 200 كيلو متر في الدقيقة طبعا سرعة كبيرة جدا طيب الصاروخ ده يقدر يقطع مسافة قد ايه؟ مدى صاروخ كنجال بيتراوح من 2000 كيلو متر الى 3000 كيلو متر يعني بالسرعة العالية والمدى الكبير الصاروخ ده فعلا يعتبر اخطر صاروخ في العالم وهيبقى اضافة قوية في سنة 2025 لما يتم دمجه مع سخوي 57 طبعا حاليا هو مدمج مع مج 31 والقاذفة تيو 22 زي ما قلنا تعرف ان مجلة مليتري واتش اعلنت ان مفيش ولا اي نظام دفاع جوي قادر على اعتراض صاروخ كنجال وحاليا تم الاعلان عن خطط لتطوير الصاروخ علشان يحصل توافق بينه وبين السخوي 57 وسيتم تصغير حجمه علشان يلائم السخوي 57 وساعتها هتكون السخوي 57 هي الوحيدة في العالم القادرة علشان هجمات بالصواريخ الباليستية اللي بتفوق سرعتها سرعة الصوت ومش بس هتكون السخوي صياد لسفن العدو وخلاص لا ده كمان هتقدر سخوي 57 بسبب صاروخ كنجال بتوجيه ضربات ضد مراكز قيادة العدو والمراكز اللوجستية والمطارات والاهداف الحرجة الاخرى خلف خطوط العدو الخطورة ان الطائرات الشبحية الامريكية ممكن تتضرب في قواعدها او على حاملات الطائرات من قبل بداية المعركة اصلا او ممكن اثناء رجوعها للمطار لعمل الصيانة متلاقيش قاعدة جوية مؤهلة لاستقبالها لانها تكون سخوي 57 ضمرت قواعدها وخصوصا ان المقاتلات الشبحية الامريكية بتحتاج دايما لصيانة بفترات اطول من اي مقاتلات اخرى يعني ساعات طويلة وده هيسبب شلل في سلاح الجو الامريكي في الجزء الثالث ان شاء الله هنتكلم عن صاروخ مميز جدا موجود على سخوي 57 اتمنى تكون الحلقة عجبتكو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته